الاتيكيت طبعا هو فن من أهم الفنون التي عرفتها البشرية ويعتبر فن الاتيكيت واحدة من أقدم الفنون والعلوم التي رافقت البشرية من نشوءها وهو فن طبعا فصوله منوعة له عدة قواعد وسلوكيات لبقى تمكن الإنسان من التصرف تجاه المواقف المختلفة بصورة حضارية هو أيضا فن سلوكيات أي شخص يجب أن يتبعه من رجال ونساء وأطفال الاتيكيت فن متجدد يطل في كافة جوانب حياتنا الاجتماعية والمهنية بعد الفاصل الدكتورة شريهان الدسوقي خبيرة الاتيكيت لتحدثنا عن قواعد الاتيكيت الذهبية يسعد صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين لبرنامج صباح اليمن اليوم أحب أعرفكم بنفسي أنا دكتور شريهان الدسوقي خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي والنهاردة هتكون الحلقة بعنوان فن الاتيكيت لكل الأسرة العربية وحبيت أختار لكم النهاردة هي الكواعد الذهبية للاتيكيت طبعا يعتقد البعض أن الاتيكيت مرتبط فقط بالشوكة والسكينة وترتيب الموائد وتزين الموائد أو المظهر العام والملابس الخارجية لكن طبعا الاتيكيت أشمل من كده بكتير فلو هنعرفه باقتصار لكل حد يتفرج علينا النهاردة هو يعتبر السلوك يعني الاتيكيت إكوال سلوك السلوك هيات الرقية المتحضرة اللي بتعامل بها مع نفسي وذاتي وكياني ثم بعد كده بتعامل مع كل الناس المحيطين بالي طب ليه بتعامل بالاتيكيت مع نفسي؟ دايما بقول يعني أليس على نفسك حق يعني لما أجامل الناس لازم أجامل نفسي الأول أحب الناس أحب نفسي الأول عشان أكون سعيدة فلما أكون سعيدة هخلي الناس كلهم حواليا سعاداء ويحصل بيننا علاقة كلها ود وحب ومواد طيب النهاردة هنتكلم عن الاتيكيت الإسلامي والغربي طبعا كل الناس معتقدة أن الاتيكيت فقط جاي من الغرب أو من يعني بالأخص فرنسا لأن كلمة ااتيكيت جاية من كلمة تيكيت لكن إحنا هنمشي بالتدريج كده ونعرف مع بعض نشأة الاتيكيت علشان نعرف في الآخر أن الاتيكيت كله وصوله كلها تندرك تحت الأصول العربية في الأول طيب زي ما نحكي لكم قصة بسيطة جدا في القرن التسعتاشر في القصر الملك الفرنسي كان الملك لويس 14 كل سنة كان بيعمل في يعني الأصر بتاعه حفل سنوي كبير جدا وكان بيعزم ناس كتير جدا فمع الأسف كانت الناس دي مش بتخص نعني من الأبواب المخصصة للدهول كانت دايما تدخل من الأبواب الخلفية أو تمشي على الحشائش أو الزراعة اللي الفلاحين طول السنة يعني بيزرعوها ويتعابوا فيها وطبعا بعد انتهاء الحفل الصبح بيصحوا المزارعين بتفاجئوا أن كل تعابهم طول السنة طبعا مع الأسف اديس بالأقدام فراحوا كلهم جمعوا بعض وراحوا للملك واشتاكلوا قالوا له حضرتك بتعمل كل سنة حفل كبير جدا ولكن مع الأسف ده بيدمر الحقول طبعا استقل ملك جدا وبدأ يجمع كل الوزراء ورجال الدولة وقال لهم لازم بعد كده نعمل بنود معينة علشان اللي يدخل الحفل أو القصر الملكي لازم يلتزم بيها قعدوا فكروا كده وعملوا زي يعني تيكت سغير التيكت ده اللي هو بعد كده أصبح اتيكت حطوا فيه بعض القواعد وقالوا اللي يلتزموا بالقواعد دي ده اللي هيقدر يدخل للأسر الملكي وفعلا بدأوا بعد كده يعني ان هما يلتزموا عشان يقدروا يدخلوا القصر الملكي وبعد كده كل الزراعة بقت متسوية وبقت دخول يعني فيه نظام إذن الاتيكت هنا أصبح نظام طبعا مع تطور الدولة كل الملوك اللي بعده مشوا عن نفس النهج وتطور الاتيكت لاتيكت وطبعا أصبح يوزع للعالم كله وأصبح له معاهد وليه كمان جامعات فطبعا ده الاتيكت الغربي ولكن لو إحنا بقى رجعنا لألف وخمسمائة سنة نعايز أقول إن كل خصائص وقواعد الاتيكت 2222 قاعدة كلها مستوحي من الأديان السموية التلاتة ومن أحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذن إحنا أولى إن إحنا نتعامل بالاتيكت نتعامل بالرقية نتعامل بالتحضر كل أحديث رسولنا بتنص على الاتيكت يعني رسولنا الكريم قال إيه التبسم في وجه أخيك وصدق طب إنتوا عارفين إن الموسوعة العالمية في العالم كله أول قعدة في أول صفحة من الكتاب بيقول لما تقابل شخص الأول مرة لازم تبتسم في وجهه عشان يحصل بنا تقالف وتراحم إذن إحنا اللي بدأنا يعني في عالم سويس رجيم القرن الماضي وشاف إتيكت مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم تفاجأ وقال معقولة كل اللي إحنا بندرسه دلوقتي كان موجود عند المسلمين من 1500 سنة أو 1400 سنة إذن إحنا اللي لازم نكون عندنا إتيكت كمان يعني الكلمة الطيبة صدقة لما أكلم حد وأشوف حد لازم أقوله كلام طيب لازم نتكلم يعني المجاملة وطبعا إحنا دلوقتي هنقول الموضوع ده باستفادة طيب إذن إحنا عرفنا معنا الإتيكت وعرفنا نشأة الإتيكت والفرق بين الإتيكت الإسلامي والإتيكت الغربي ولكن هو كلها شعرة تفصل ما بين الإتيكت الإسلامي والغربي لكن هي كلها السوركيات المهزبة الحميدة اللي لازم الناس كلها تتعامل فيها مع بعض طيب النهاردة بقى أنا مجهزة لكم وهو يعني لزي نترك انطباع جيد لما بنشوف حد الأول مرة لأن في ناس كتير جدا بتحب تقابل ناس يعني بيعمل مثلا إنترفيو للعمل مثلا فيه ناس راح حافلة عايزة تقابل ناس أول مرة فبيقولوا إحنا مش بنعرف نتعامل أو نتكلم أو يبقى فيه رهبة من الناس عشان كده جاي أقول لكم أن فيه دراسة عملية في جامعة بين سلفانيا في السبعينات قالت أن فيه ثلاث يعني محاور محددة دي بالضبط بتخص الناس في أول مقابلة أنها تترك انطباع كوائس أول حاجة هي النسبة أول حاجة 55% وهو الفيجوال يعني المظهر ثم 38% الفوكل يعني نبلة صوتي وبعد كده 7% اللي هي الفيربل أنا جاي أقول إيه مع الأسف الناس تعتقد غلط بتوع التفكر هتقول إيه وتتكلم إزاي متعرفش أن النسبة ضع إيلة جدا 7% فقط ونسيت أن فيه 55% مظهر و38% صوت طيب لو هنتكلم عن المظهر على فكرة الإيتيكيت أبدا مش بيقول أنت تكون لابس غالي أوي أو من أغلى البرندات العالمية لكن تكون إنسان مهندم إنسان نظيف إنسان متناسق في ملابسك عارف تكون رائحتك يعني زكية للناس عشان ما يقابلوك أول مرة تكون مهندم يعني أظفرك مقلمة الشوز يكون نظيف تكون يعني يعرف برضو بشوش ألوك كل ده يعني يخص المظهر العام فمش لازم نكون التكلف لأن مع الأسف بعض الشبا العربية تكون لما أكون متكلفة زيادة عن اللزوم أو بما يسمون البرستيج أنا كده عامل بريستيج لا بالعكس لما تعامل بود وتواضع مع الناس بالعكس ده هيحبوني أكتر ويحبوا يتعاملوا معي أكتر طب لو نتكلم مع الثمانية وتلاتين في المية اللي هي الفوكال نبر الصوتي أحيانا السيدات لو نتكلم عن السيدات بتفتكر لما تتكلم بصوت رقيق قوي وصوت يعني خايفة قوي ده كده إتيكات لعب العكس دايما لما تكون نبر الصوتي واضحة ومتسوي يعني بقول لعالية قوي ولا هادي قوي لأن أحيانا بابتكلم بهدوء فممكن حد يقولي سوري أنت بتقولي إيه فهنا يحصل ارتباك ليه أو ما حد يقولي وضحي كلمك أنا كده هنحرج على طول أو لما أتكلم بصوت عالي أوي فالناس يعني يحكموا علينا أنا شخص كنترولينج ومسيطر وفيه عجرفة في كلمي لا دايما خير الأمور الوسط دي قعدة الإتيكات فعلا إن خير الأمور الوسط يكون صوتي متوسط يعني كلماتي واضحة الشخص القدامي سامعني في نفس الوقت ما كونش يعني يعني ما تعصب أوي طولي الوقت ولكن برضو فاني أوي طولي الوقت عشان نفسي نحكمش أنا شخص زي ميقولوا بالعامية خفيف لا يعني أكون هادي وعرف أنا بقولي كويس دي لو هنتكلم على نبر السوتي طيب حاجة بقى مهمة جدا هي الحوار لغة حواري بتكلم إزاي ده شيء مهم جدا هي 7% آه هي طبعا نسبة ضئيلة ولكن فيه ناس برضو بالعامية يقولوا إيه لو من قبل حد الأول مرة عارفين هي عقدة لساني عايزة تتفك عايزة أعرف أتكلم أعرف أجامل عشان تتكلم كويس لازم أن انت تسمع كويس تنصت لله قدامك عيب جدا وحد بيتكلم إن أنا أقطع الحوار فورا وأدخل في موضوع تاني هنا أول ما أعمل كده يفتكر إن أنا مش فاهم كلامه أو إن كلامه مثلا مملي بالنسبالي وعايز أغير الموضوع لأ يعني أنصت للكلام كويس جدا أسمع الشخص القدامي بيقول إيه كويس جدا حتى عشان أقدر أرد عليه ليه فيه ناس ما طعفش تتكلم لأن هي ما بتعرفش تسمع وبعدين فيه بقى حاجة بقولها لازم نضرب نفسنا في البيت يعني أنا مثلا شخص يعني نوعا ما بنحرج أو خجول لازم إن أنا عشان أطلع للحياة الإجتماعية ويكون عندي إيتيكات إجتماعي أدرب نفسي أقرأ قويس أثقف نفسي يا ما ناس بتلبس حلو جدا وبتلبس أغلى البرندات ويهتموا جدا بالمظر الخارجي وينسوا ألجوهر وثقافتهم تيجي تتكلم معيهم ما عندهمش أي معلومات عامة ولا عارف يتكلم فبالتالي هنا مظهره مش هيعملي أي يعني ريأكشن أو أي شيء لأنه هو مش عارف يتكلم ومعندهش أي ثقافة لازم نهتمي بثقافتنا نقف حتى مش عيب أبدا نقف قدام الميرية ونشوف نفسنا احنا نتكلم ونقيم نفسنا ونشوف أنا غلط في إيه أو نقضع في إيه وأبدأ إن أنا أحاول إن أنا أصلح منها خصوصا لو أنا رايح كمان إلى انترفيو للشغل لازم أعرف أرد على الأسئلة لازم يكون عندي ثقة بالنفس هنا الإتيكيت جميل جدا إنه هو بيخلي الشخص عنده ثقة قوية جدا بالنفس طيب إحنا كده أول حاجة يعني أهم حاجة إلا مظهر زي ما إحنا قلنا والصوت والحوار ده في الانتباع الأول وليه الانتباع الأول مهم لأنه مع الأسف ممكن لو حد خد عني انتباع سيء لأول مرة ممكن ما يجيش الفرصة إن أقابل الشخص ده مرة تانية فبالتاني مش هقدر أصحح الانتباع ده حش كده لازم ناخد بالنا جدا من الانتباع الأول طيب النقطة بقى المهمة جدا وهي القواعد الزهبية للإتيكيت هنتكلم عن ثلاث محاور مهمين جدا وهو الفن المجاملة فن النقد فن الاعتذار لو هنمسك أول حاجة المجاملة المجاملة عايزة أقول وهي إحنا بنسميها دستور الإتيكيت أو روح الإتيكيت زي ما إحنا قلنا الرسولنا كان يقال الكلمة الطيبة صدقة يعني لو كلمة طيبة ما كانتش يعني حاجة كبيرة جدا عند ربنا ما كانتش هتبقى لها زي الصدقة بالزبط إذن إحنا لازم يكون في بنا مجاملات ولكن الشخص اللي عنده إتيكيت وبيعرف يتكلم هيعرف الفرق بيني أن أنا أجامل شخص وأن أنا أتملك شخص طب إزاي؟ يعني أنا بحب أدي أمثلة علشان تقدروا تفهموني أكتر مثلا أنتوا عارفين قاعدة السيدات مع بعض فأنا عايزة أجامل صديقة ليا مثلا أو جارة ليا فلازم أكون محددة في المجاملة يعني مثلا هي لابسة شنطة جديدة فأنا أقول لها على فكرة أنت شنطتك النهاردة شيك جدا هي هتصدقني اللي هي فعلا جديدة وعارفة أنها شيك فبالتالي أنا حددت المجاملة فبالتالي هي هتصدقني طب لو أنا عندي مثلا مدير في الشغل في الشغل صعب جدا وأسلوبه سيء معايا ومش بيدينا التاريئات بتاعتنا أو العلوات بتاعتنا وهجي أنا في يوم أقول له حضرك إحنا بنحبك جدا أنت أحسن مدير في الدنيا ده إحنا مش عارفين عايزين يعني نعمل حفلة لحضرتك طبعا هو عارف أن هو شخص مغرور وشخص صعب فبالتالي هو مش هيصدقني هو عارف كويس أن أنا بتملقه علشان أترقف شغلي أو أخد بوينت معينة أنا محتاجها إذن بيبقى فيه فرق بشعرة ما بين أن أنا أجامل حد وأن أنا أتملق حد طب في ناس بقع كمان مشكلة مش بيعرفوا يرد على المجاملة يعني مثلا محد بيجاملهم بيتكسفوا فبالتالي يعني عشان أرد على المجاملة بيتكيت أول حاجة أن أنا أبتسم تاني حاجة أن أنا أشكر الشخص وبعدين لا أقلل منها المجاملة ولا أزود منها يعني ما أقولش مثلا من كتر ما أنا محرجة مثلا ممكن أقول لا ولاد أقل حاجة عندي ده مثلا بدلة لأنا لابسة جرخيصة قوي لأنه هو محرج مني أو أعلي أو أقول مثلا لا ده أنا عندي أحلى من كده بكتير ده أنا عندي أغلى من كده بكتير فبالتالي اللي أبخص نفسي قدري ولا في نفسي أتأزود على المجاملة عشان بيحكمش على أن أنا عندي غرور طيب كمان أنهي المجاملة بمجاملة يعني زي ما الشخص القدامي جاملني أنا كمان أنهي الحوار معاه بمجاملة أشوف إيه حاجة فيه فعلا جاملة ومحببة وإن أنا أبدي إعجابي بيها هو كده هيصدق طيب النقطة بقى التانية اللي عايزة أتكلم فيها مهمة جدا وهو النقد فن النقد وده شيء مهم جدا جدا طبعا الأتيكيت هو الزكاء الإجتماعي وقاله وجداني يعني قبل ما تكلم وأنقض أي حد لازم أخد بدي كويس جدا هل كلمتي دي هتجرح الشخص لو هنتكلم من منظور الأتيكيت بيقول في منقعدة الأتيكيت فالنقد أن أنا أنتقد الحديث وليس المتحدث يعني أنا أنقد كلامه أو رأيه لكن ما أنقدش شخصه أو سلوك فيه أو مثلا صفة فيه لأن طبعا ده خطأ جدا ومش من الأتيكيت فلازم أخد بدي جدا وأنا بنقد الشخص ما يكونش كلمي لنازع ولا جارة طيب فيه كمان نقطة مهمة جدا أنا برضو بحب أدي يعني أمثلة لو مثلا زوج وزوجته مثلا زوجي على عشاء ولأ زوجته مثلا عاملة العشاء مثلا نقص ملحة أو نفسي تحط ملحة هل مباشرة هيقول لها الأكل النهاردة وحش جدا طبعا هي هتزعل جدا ويتبقى ديفنسف طول الوقت بدافع عن نفسها لكن إحنا هنا بنسمي النقد نظريته الساندويتش يعني أنا بحط حشو الساندويتش النقد وبغلفه بطبقات من المجامل يعني مثلا أقول لها حبيبتي أنا متعود أن أكلك كل يوم جميل جدا أدي مجاملة أجي بقى للنقد لكن النهاردة أنت نسيت تحطي ملحة هنهي بقى النقد ده أن أنا أقول لها بس أنا واسك أن أنت بكرة تعملي الأكل جميل جدا هنا أن إحنا عملنا إيه؟ عملنا أن إحنا خلينا النقد بقى فيه زي الساندويتش فبالتالي يعني هي ما زعلتش وبالعكس أنا ديتها حماسا هي بكرة تعمل أكل بطريقة أحسن طيب كمان المدير الشاطر والناجح ما ينكدش الموظفين أبدا قدام زميله لو حاس أن الموظف مش عامل الهدف بتاعه أو التركة بتاعه أو كسول بابدأ أخده لغرفة مثلا مغلقة أو مكتب وابدأ الأول زي ما إحنا قلنا أن إحنا نجامله قوله أنا عارف أن أنت شاطر وأن أنت كويس وأن أنت مجتهد ويجي منك أحسن من كده بس شد حيلك وتوعده مثلا بنوعا ما بعلاوة أو ترقية هنا هيشعر بانتماؤه للشركة وكمان هيحس أنه هو يقدر يدي أكتر من كده بكتير طبعا أنا كنت عايزة أن أنا النهاردة كمان أتكلم أكتر من كده ولكن إن شاء الله انتظروني الأسبوع القادم في حلقة جديدة من فن الأتيكات شكرا ويسعد صباحكم جميعا شكرا